مع تدهور الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا جددت الأمم المتحدة مطالبتها لموسكو بوقف القتال وسحب قواتها فورا وفي مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة يعاني بعض السكان مما وصفوه بالإجلاء القصري وتبحث الأمم المتحدة في شكاوى السكان بعد ترحيلهم لمنطقة تسيطر عليها القوات الروسية واعتبرت مفوضية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن سكان ماريوبول يعيشون حياة الرعب المطلق في المدينة الساحرية الجنوبية الشرقية منذ الرابع والعشرين من فبراير في مدينة ماريوبول المحاصرة يعيش الناس في رعب محد ويزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم مع استمرار القصف والقتال في الشوارع والناس يكافحون من أجل البقاء مع الحد الأدنى من ضروريات الحياة بما في ذلك الغذاء والماء والإمدادات الطبية اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بنقل الأشخاص قصرا من ماريوبول ومناطق أخرى إلى روسيا ونفت موسكو هذه المزاعم قائلة إن حوالي 500 ألف أوكراني غادروا إلى روسيا طوعية نحن نبحث في مزاعم بأن بعض سكان ماريوبول قد تم إجلاؤهم قصرا إما إلى الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لروسيا أو إلى الاتحاد الروسي وتبحث الأمم المتحدة في مراجعة المزاعم بأن القوات الروسية استخدمت الذخائر العقودية 24 مرة ومزاعم بأن القوات الأوكرانية فعلت الأمر نفسه ينضم إلينا من الحدود البولندية الأوكرانية مرسل الغد ضياء حوشية ضياء لو ترصد لنا مستجدات حالة النزوح على الحدود وكيف تبدو الصورة بشكل عام على الحدود البولندية الأوكرانية نعم كثيرا هناك عشرات من اللاجئين لازالوا يتدفقون عبر هذه الحدود البولندية الأوكرانية يصلون إلى حيث أقامت السلطات في بولندا مجمعات ومدارس ومراكز تجارية وأفرغتها بالكامل ووضعت فيها أسرة ومحطات للعلاج لاستقبال هؤلاء اللاجئين هناك عشرات ولكن عداد قليلة جدا نحن نتحدث عن آخر إحصائية رسمية الزراطة الأمم المتحدة قالت فيها بأن هناك قرابة أربعة ملايين لاجئ أوكراني فروا من داخل أوكرانيا باتجاه الحدود مع بولندا وباتجاه الحدود مع الدول الأخرى الأوروبية إضافة إلى ذلك عدد النازحين من داخل أوكرانيا في داخلها بلغ خمسة ملايين وستمائة ألف نازح حسب ما ذكرت الأمم المتحدة ولكن هنا في بولندا هناك أوضاع ربما متطورة ومتسارعة الحكومة البولندية قالت بأن تكلفة الصدافة هؤلاء اللاجئين يكلف السلطات البولندية مليارين ومئتي مليون يورو هذا طبعا دعت من خلال هذه المناشدة الاتحاد الأوروبي للإسرع في تقديم الأموال وعدم اتباع الطرق التقليدية في إرسال تلك الأموال لأن السلطات البولندية لربما لن تتحمل أكثر من ذلك وأن العداد اللاجئين في الزياد كما ذكرنا ما حجم المساعدات التي وصلت فعليا إلى بولندا؟ نعم هناك مساعدات وصلت بالملايين إن كان من الولايات المتحدة الأمريكية لهؤلاء اللاجئين ومن كان أيضا من بعض دول الاتحاد الأوروبي لكن السلطات البولندية تريد آلية واضحة من خلال دول الاتحاد الأوروبي أن يتم إرسال هذه الأموال بصورة سريعة جدا هناك تكاليف كبيرة جدا نحن نتحدث عن 700 ألف طفل أوكراني تحاول السلطات البولندية إدماج عدد قليل منهم داخل المدارس سريد تعليمهم اللغة البولندية حتى يتم انخراطهم داخل تلك المدارس ولكن حتى هذه اللحظة هناك صعوبات تواجهها السلطات البولندية في استقبال هؤلاء اللاجئين واستقبال وإدماج اللاجئين البولنديين غالبية هؤلاء اللاجئين هم من الأطفال والنساء بمعنى أن أيضا القطاعات العملية لن تستفيد من هؤلاء اللاجئين خصوصا قطاع البناء في بولندا لأنه بحاجة إلى عمال معظم اللاجئين كما ذكرت من النساء ولا يستطيعون القيام بأعمال شاقة كالبناء وغيرها من الأعمال التي تطمح بولندا إلى أن يكون لديها أيدي عاملة في هذا الشأن ولكن بطبيعة الحال يوم أمس الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أرسل رسالة إلى الجالية البولندية في الولايات المتحدة الأمريكية في ذكرى احتفال يقيمونه سنويا أكد دعم الولايات المتحدة إلى بولندا وأن الولايات المتحدة تقف بجانب بولندا نحن نتحدث عن عدد كبير أيضا من الجنود الأمريكيين وصلوا إلى بولندا مؤخرا وأقاموا قواعد عسكرية فعليا على أراضيها هنا ضمن تعزيز الجناح الشرقي لدول حلف الناتو واستعدادا لذلك لكن أيضا بولندا تخشى من تهديد كبير وتقول بأن روسيا لربما لن تتوقف عند أطماعها في أوكرانيا واحتلالها لأوكرانيا لذلك هي تريد بصورة عاجلة أن يتم الوصول إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا وأن تكون هي أحد الدول الضامنة كما قالت خصوصا بأن أوكرانيا أيضا تطالب أن تكون بولندا ضمن هذه الدول الضامنة للاتفاق مع عدد من الدول الأخرى ولكن بطبيعة الحال الأوضاع الإنسانية لازالت على حالها هناك ممرات أقامتها السلطات البولندية على طول الحدود الذي يبلغ قرابة 460 كيلومتر الحدود البولندية الأوكرانية هناك ثمانية ممرات إنسانية تم افتتاحها ومنذ بدء اندلاع هذه الحرب وتستخبل يوميا آلاف اللاجئين ولكن في الآوين الأخيرة خلال الأيام القليلة الماضية نشهد حركة عكسية فعليا كاثرين بأن عدد من اللاجئين هنا الأوكرانيين الذين وصلوا يعودون أدراجهم إلى أوكرانيا ربما إلى مناطق أكثر آمنة نوعا ما داخل أوكرانيا خصوصا بأن أتون الحرب تأتي في مناطق مختلفة في ضواحي العاصمة في مناطق قريبة من العاصمة حيث تتواجد القوات الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر